بسم الله الرحمن الرحيم ازايكو يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض كورس الpartnership accounting وقبل ما نبدأ الكورس محتاجين نأكد على حاجة مهمة جدا هل الpartnership مادة صعبة والله ما صعبة بس محتاجة مننا مجهود شوية محتاجة مننا حل كتير قوي وان شاء الله ده هيكون دوري معاك كل سيشن هنحل فيها كمية راهيبة من الاسئلة مش بس كده بعد كل سيشن شرح هنعمل فيديو او سيشن حل فقط هنحل فيها ايه يا ترى هنحل فيها كل اسئلة الكتاب على الجزء اللي تشرح كل اسئلة الامتحانات من سنة 96 96 اه لحد امتحان السنة اللي فات على الجزء اللي تشرح هنحل فيها ان شاء الله كل الاسئلة المتوقع ان انت تشوفها في امتحان السنة دي ان شاء الله مش هنسيب اي فكرة مش هنحل عليها عشان تثبت هنا الاكاونتنج يا شباب يعني حل كتير قوي عشان الافكار تثبت طيب مش بس كده اخر كل سيشن هيكون فيه assignment بسيط خالص مش هياخذ منك ربع ساعة الاسايمنت ده لازم تعمله عشان تقيم نفسك تشوف انت مجمع كل اللي احنا قلناه ولا فيه حاجة وقعت منك محتاج ترجع تسمعها محتاج تحل عليها اكتر كمان قبل سيشن الجديدة هيكون فيه كويس بسيط برضو مدته ربع ساعة كل ده practice يا شباب عشان ايدينا ما تقفش ان شاء الله في اي امتحان طيب بإذنك يا رب لو مشينا على السيستم ده ربنا هيوفقنا وان شاء الله هتحقق تقدير عالي جدا بإذنك يا رب في المادة دي تعالى نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف المنهج عندنا شكله ايه ومحتوياته ايه بص يا شاباب ان شاء الله في المنهج بتاعنا هندرس five chapters وركز معايا في اللي انا هقولك عليه اول chapter عندنا في المنهج هو عبارة عن ايه هو عبارة عن review on accounting one and accounting two يعني review ورجع شايف المحاسبة اللي احنا درسناها السنة اللي فاتت اول chapter هو بيراجع لك على الاكاونتنج اللي انت درستها دي طيب ركز معايا كده التشابتر الاوليني ده عمرنا ما بنبدأ بيه طب ليه انا مش فاكر حاجة درستها من الاكاونتنج بتاعت السنة اللي فاتت دي بتاعتي وان شاء الله كل حاجة انت محتاجها من السنة اللي فاتت هراجع لك عليها ما تشيلش همي دي خالص انسى الاكاونتنج بتاعت السنة اللي فاتت كده كده هراجع عليها كلها ما تشيلش همي من اي حاجة بس actually فيه سبب ورا ان احنا بنأجل التشابتر ده نخليه اخر تشابتر هقولك ليه شايف اخر تشابتر عندنا في المنهج ده اسمه ايه liquidation التشابتر الاخير ده لو مجاش في الامتحان لو ايه لو مجاش في الامتحان بيجي عليه تقريبا نص الامتحان ده كده مجاش فالتشابتر ده احنا لو ابتدينا بالترتيب العادي هيتشرح في اخر ثلاثة اسابيع من التر فبالتالي حضرتك ما يبقاش عندك الوقت الكافي ان انت تعمل براكتسينج عليه يعني تحل عليه عشان كده التشابتر ده بناخده تقريبا في نص التر اللي هو liquidation وبنأجل التشابتر الاولين التشابتر الاولين ده ممكن يجي في الامتحان عليه سؤال وممكن ما يجيش يعني السنة اللي فاتت مجاش السنة اللي قابليها جاء لي نقطة او نقطتين في الامتحان كده كده هناخده بس هناخده امتى اخر تشابتر في المنهج نفس البي نريح بي عقلنا خالص عشان ده تشابتر سهل جدا لكن البداية الفعلية لمنهج البارتنرشب بنبدأ عندنا من تشابتر 2 عشان كده احنا ان شاء الله في الساشن دي هنبدأ على طول تشابتر 2 واي حاجة حضرتك محتاجها من السنة اللي فاتت والله هرجعلك عليها وهتشوف باقي ما تشيلش هم تشابتر 1 دلوقتي اسمع مني بأن تسع سنين الحمد لله نشينا على النظام ده والنظام ده بيحقق الحمد لله نتيجة كويسة جدا طيب فيه سبب تاني برضو عشانه بنأجل التشابتر الاولين ايه هو انا عايزك تبقى قاعد في المحاضرة سامع الكلام اللي بتشرح لك يعني ايه ان شاء الله احنا هنسبق الجمع بمعنى انتو لسه هتبدأوا التشابتر 2 لما لسه تبدأ التشابتر 2 احنا هكون نخلصين اكيد فيه سبب ورده ايوة ان حضرتك تسمع الكلام مرة مني ومرة في الدكتر في الجامعة عشان تثبت المعلومة وبعد اذنك حاول تحضر المحاضرة ليه عندك فرصة تاني تسبع الكلام ده عندك فرصة تطبق تاني فاحضر فيش اي مشكلة خلاص طيب عشان كده احنا ان شاء الله النهاردة هنبدأ بتشابتر 2 تشابتر 2 هياخد مننا كام سيشن هياخد مننا سري سيشن عشان هو كبير شوية تشابتر 3 هياخد مننا 2 سيشن تشابتر 4 هياخد 1 سيشن تشابتر 5 هياخد مننا 3 سيشن ان شاء الله بعد كده نرجع ناخد تشابتر 1 في 1 سيشن اوكي طيب هنخلص المنهج امتى اول شهر 12 ان شاء الله هيكون نخلصين المنهج الامتحانات اول شهر واحد اخر شهر في المنهج بابنعملش حاجة غير ان احنا بنراجع المنهج كله بطريقة لذيذة وبنحل بقى تاني وتالت ورابع لحد لما تحل كتير جدا بالتالي المادة دي ان شاء الله هتكون سهلة اوى عليك لو حلت ومشيت على النظام اللي احنا نشي منه معلش طولت عليك في المقدمة بس كل ده عشان تفهم احنا عايزين نوصل لإيه وعشان تفهم احنا هنعمل إيه طيب تعال بقى نسمي الله ونبدأ المنهج بتاعنا بتاع البارتنورشيب زي ما قلتلك احنا هنبدأ بشابتر ايه شابتر 2 شابتر 2 عنوانه بيتكلم عن حاجة اسمها فورميشن اند انسى الكلام ده وتعال نشوف هو التشابتر ده هندرس فيه كم موضوع بالراحة التشابتر ده شباب هندرس فيه خمس مواضيع طيب اكيد مش نخلص التشابتر دلوقتي في الساشن دي احنا هناخد في الساشن دي تقريبا نص التشابتر طيب تعال بقى رغينا كتير قوي علش بس كل ده كان نقدمه عشان تبقى فاهم احنا بنعمل ايه طب تعال نبدأ باول موضوع عندنا في المنهج وقبل ما نبدأ الموضوع ده بعد اذنك خلي معاك قلم عشان هقولك اكتب ورايا الحاجات دي وبعد اذنك اكتبها طيب اول موضوع عندنا في المنهج بيتكلم عن حاجة اسمها Forms of Business Organizations طيب اركن العلوان ده دلوقتي على جنب ركز بس معي انا كل ما اسأل اي حد دلوقتي انت نفسك تطلع ايه واحد يقول لي ان ايسا اطلع يوتيوبر نفس اطلع بلوجر نفس افتح مشروع نفسك ايه نفس افتح مشروع خلي بالك لو انت معاك فلوس وعايز تفتح مشروع انا جاي اقولك ان احنا عندنا في الاكاونتنج تلات انواع من المشاريع كم تلات انواع من المشاريع تقدر تفتح اي نوع من نوع احنا دلوقتي بنتكلم عن نقطة مهمة جدا اللي هي انواع المنظمات او انواع المشاريع اول نقطة هنيجي نتكلم عليها what are the forms of organizations اكتب لي كده عندك بعد اذنك ايه هي اكتب ايه هي اه ايه هي انواع المنظمات اللي انا بقول عليها مجازا يعني انواع المشاريع انواع البزنس زي ما قلت لك من شوية ان الاكاونتنج بتقولك we have three main forms of organizations احنا عندنا تلات انواع من المشاريع طب ما تيجي نتعرف على كل نوع واسميهم ركز معي اول نوع من نوعهم اسمه سل او single proprietorship ده بنسميه بالعربي وبعد اذنك اكتبها لي بالعربي بنسميها بالعربي منشأة فردية منشأة ايه فردية يا ترى احنا ليه بنسميها منشأة فردية عشان اللي بيمتلك المشروع ده او اللي بيمتلك المكان ده شخص واحد بس شخص واحد بس فرد واحد بس عشان كده بنسميها soul او single single او soul معناها شخص واحد بس يبقى اول نوع احنا اتكلمنا عليه اسمه soul proprietorship اللي بيمتلك المكان ده شخص واحد بس اكتب اللي بيمتلك المكان شخص واحد بس الشخص ده هو اللي مسؤول عن المكان مسؤولية كاملة هو اللي بياخد كله ارباحه هو اللي بيتحمل الخسارة بتاعته ده اللي اسمه soul proprietorship يبقى soul proprietorship هو عبارة عن تعاني ارى التعريف هو مكان اللي بيمتلكه one person هو اللي بيسيطر عليه هو اللي بيديره وكل الارباح هو اللي بياخدها يبقى ده اول مكان اتكلمنا عليه تاني مكان هنتكلم عليه اسمه ايه اسمه partnership اسمه ايه partnership ايه ده مش الpartnership ده ده اسم الكورس بتاعنا اه احنا السمستر ده هنتكلم عن نوع من انواع الشركات اسمه ايه partnership طب ايه هانا partnership cascade ايه عبارة عن نوع من انواع الشركات اللي بيمتلك فيه الشركة شخص واحد بس لا هاما ay ايه ما هي البرتنرشيب؟ هي نوع من أنواع الشركات اللي بيمتلك فيه الشركة شخص؟ لا لو شخص كنا سميناها سل لكن البرتنرشيب هي عبارة عن نوع من أنواع الشركات اللي بيمتلك فيه الشركة على الأقل شخصين أو أكتر يعني ينفع 3 ينفع 4 ينفع 5 ينفع 6 ينفع 7 ده اللي بنسميها إيه؟ البرتنرشيب زي ما أحطط لك في الصورة كده هو مكان أو الشركة يمتلكها شخصين أو أكتر طب ركز معي لو خدت بالك من حاجة أنا ما جيتش سميت لك السلبرتنرشيب بشركة فردية سميناها منشأة فردية ليه سميناها منشأة مش شركة؟ عشان تكلمت شركة يا شباب جاية من حاجة اسمها شراكة يعني معاك حد في الشركة والسلبرتنرشيب بتقول لك أنا الوحدي محدش معايا يبقى أوعة تقول عليها أن هي نوع من أنواع الشركات لا أول نوع من أنواع الشركات هو البرتنرشيب والبرتنرشيب هي عرفتنا هي معناها إيه؟ هي الشركة اللي بيمتلكها شخصين أو أكتر طيب وهنيجي نعرف الديفنيشن بتاعها اللي سلايد الجاي يكس بس معي تاني نوع من أنواع الشركات اللي احنا هندرسه بس لسه السماستر الجاي اللي هو اسمه كوربريشن فاكر إيه هي البرتنرشيب؟ هي نوع من أنواع الشركات اللي بيمتلكه شخصين أو أكتر صح؟ أه الكوربريشن هي برضو نوع من أنواع الشركات بس اللي بيمتلك فيه الشركة عدد كبير جدا من الناس ممكن يوصل لمئة ألف لمليون لعشرة مليون وده معنى مش مظبوط قوي لكن المعنى المظبوط للكوربريشن هو أي شركة اكتب معايا أي شركة ليها حاجة اسمها أسهم في البورصة طب يا محمد أنا معرفش يعني أسهم طب أنا معرفش يعني إيه بورصة تلاقش كل الكلام ده لسه إن شاء الله هناخده السميستر الجاي أنا عايزك بس تعرف دلوقتي اسم الشركة دي اسمها إيه؟ كوربريشن والكوربريشن دي بيمتلكها عدد قليل اثنين تلاتة اربعة لا بيمتلكها عدد كبير جدا من الناس وهي أي شركة بيبقى ليها أسهم في البورصة زي إيه مثلا زي بودافون ليها أسهم في البورصة آه تبقى كوربريشن زي سامسونج زي قبل كل الكلام ده أي شركة بصفة عامة ليها أسهم في البورصة تبقى كوربريشن ودي إن شاء الله هناخدها الترم اللي جاي لكن إحنا موضوعنا إن شاء الله السميستر ده على البورتنرشيب طيب ولو خدت بالك من حاجة إن السول بروبيترشيب دي خدناها خدناها إمتى؟ في أكاونتنج وان وأكاونتنج تو حتى لما كان يجي يقول لك في أي مسألة يجي يقول لك المسألة دي بصيغة فردية إن شخص واحد بس عمل كذا شخص واحد بس عمل كذا خلاص يبقى دي خدناها السنة اللي فاتت خلاص عش هنتكلم عليها هناخد دي السميستر ده والسميستر الجاي هناخد إن شاء الله الكوربريشن طيب ما تيجي تكتب لي شؤال كده إحنا عندنا اكتب عندنا عندنا كم نوع من مش المنظمات مش المشاريع أنا بقول لك إحنا عندنا كم نوع من أنواع الشركات للأسف للأسف في ناس لحد اللحظة دي بتشرح المدد دي تقول لك إن إحنا عندنا ثلاثة غلط إحنا عندنا نوعين فقط من الشركات أول نوع اللي أنا قلت لك اللي أنا قلت لك عليه اسمه بورتنرشيب تاني نوع اسمه كوربريشن طيب طيب والثلاثة ليه إن أول نوع اللي هو السول بورتنرشيب ما ينفعش نسميه شركة لذلك أنا ببقى لوحدي ما فيش حد بيشاركني طيب تعالى بقى نتكلم مجد بقى عن أول تعريف عندنا في المنهج هو يعني إيه بورتنرشيب انت خلاص قريدي عارف يعني إيه بورتنرشيب على فكرة بس إحنا عايزين نقرأ الديفنيشن بتاعها طيب من غير ما نقرأ تعريف البورتنرشيب تعالى كده من دماغنا نعرف يعني إيه بورتنرشيب مش أنا قلت لك إن البورتنرشيب هي عبارة عن المكان أو الشركة اللي بيمتلكها شخصين أو أكتر طيب هما اللي اتنين دول هيعملوا إيه هيتعاونوا مع بعض هيشاركوا بعض صح؟ انت قلت إيه؟ هيشاركوا بعض هما هيشاركوا بعض ليه؟ عشان يحاولوا إن هما يكسبوا ولا يخسروا يكسبوا يعني هما شغالين عشان يحققوا حاجة اسمها بوفت أو ربح هما اللي اتنين دول شغالين في الشركة ولا ملاك الشركة صحاب الشركة ملاك الشركة ده تعريف البارتنرشيب من غير ما تقرأه تعالي نقرأه بقى يا الله احنا قلنا إن البارتنرشيب علم معايا هي عبارة عن أسوسييشن معناها معناها هي أسوسييشن شراكة مش احنا قلنا إن الاتنين دول هيتشاركوا مع بعض شراكة هي الشراكة دي بتكون ما بين كام شخص على الأقل اتنين أو أكتر two or more persons يعني ينفع أقل من اتنين ما ينفعش طيب هما اللي اتنين دول بيعتبروا ايه بيعتبروا السوق من هما شغالين في الشركة ولا ملاك الشركة ملاك الشركة ملاك الشركة يعني هما حاجة اسمها co-owners طيب هو الشركة دي فاتحينها للأول والوطن جمعية خيرية ولا عشان نكسب عشان نحقق حاجة اسمها profit طيب يبقى دول الأربع حاجات الأساسية بتتكون منها تعريف البارتنرشيب طيب هو هنا ممكن ييجي يسألني على التعريف طبعا يسألك ازاي true or false بص يا سيدي قلتلك من الديفنيشن اللي فوق احنا حددنا أربع حاجات شرحتهم لك خلاص تعالوا بقى نحل عليهم true or false وركز معايا أول سؤال حتطولك بقولك أن البرتنرشيب can be formed ممكن نكون الشركة دي عن طريق أن احنا يبقى صاحب الشركة شخص واحد بس يااخد انت قلت شركة ده معناه أن يفي حد معاك في الشركة خلاص يبقى يكيد ما ينفعش على الأقل اتنين أو أكتر طيب السؤال التاني قالك ايه it is essential يعني أساسي for a partnership to have ركز معايا at least لازم يبقى موجود في الشركة علم على كلمة at least دي بعد إذنك على الأقل اتنين أو أكتر ده صح ولا غلط صح الواد ممكن يلعب بيك في الامتحان يوديك في ده يشل لك كلمة at least ويحط لك كلمة more than عرف يعني ايه more than يعني أنا بقول لك لما ليجي نكون بارتنرشب لازم يكون أكتر من اتنين لأ أنا قلت لك اتنين ينفع أو أكتر لكن أنا بقول لك more than two يعني ثلاثة يعني أربعة يعني معانا الكلام ده ان اتنين ما ينفعش يبقى الحالة لو هو قالك ان هي more than two يبقى الحالة دي false لكن قالك على الأقل اتنين أو أكتر صح طيب قالك every member in a partnership is considered co-owner اي شخص جوه الشركة بنعتبره ان هو من ملاك الشركة صح طيب the primary الهدف الاساسي the primary goal of partnership is to carry on احنا بنشغل الشركة دي عشان نحقق أو سوري عشان ما نحققش برفض جامعية خيرية زي جامعية الأرمان والكلام ده لا ما ينفعش الهدف الاساسي من الpartnership ان احنا نحقق profits يبقى المفروض التصحيح بتاعها ان هي for profits مش for no profits يبقى اكيد الجملة دي غلط معلش في البداية يعني زي ما بابلنا كده الشيطان يكمن في التفاصيل فاحنا بنركز في التفاصيل والناس اللي عارفاني عارفة ان انا بديك مادة علمية مش بس عشان كل الكلام ده هتسيق عليه في الامتحان اه عش كده بالراحة 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 طيب بص يا سيدي احنا عرفنا يعني بورتنرشيب هي الشركة اللي تتكون من شخصين او اكتر تعالى نرجع لأول موضوع او اول رسمة تكلمنا عليها اللي هي المنهج بتاعنا تعالى عرفك المنهج بتاعنا بيتكلم عن ايه في البورتنرشيب قلتلك سيبك من اول بداية البورتنرشيب عندنا من شابتر 2 لحد 5 اول تشابتر عندنا في الكورس اللي هو تشابتر 2 يعني هيتكلم عن ازاي نقاسس الشركة ده اول حاجة بنسميها تكوين الشركة انا اريز افتح مشروع اريز افتح شركة فدورت على حد من صحابي نعمل شركة سوا انا محمد وصاحبي اسمه احمد محمد احمد احنا الاتنين عملنا بورتنرشيب ان انت تأسس او تفتح شركة ده بنسميه فورميشن ده اول موضوع عندنا في المنعة ازاي تفتح شركة ازاي تفتح شركة تاني موضوع هليجي نتكلم عليه في شابتر ثري اسمه ادميشن اوف اينيو بورتنر يعني ادميشن كلمة ادميشن معناها الانضمام انا محمد وحمد فتحوا شركة فواحنا قاعدين بالليل كده بنتكلم مع بعض على القهوة ففيه واحد صاحبنا رامي ودنه معنا قال لنا ايه ده انتو فتحتوا شركة من غيري انا عايز اخش معاكو قالوا يا ابن احنا انا وهو بس قالوا انا عايز اخش معاكو قالوا خلاص تعالي اعم خش معاكو لو فيه واحد برا الشركة عايز يخش معانا الشركة ده بنسميه اد اد هنضيفه بنسميه ادميشن ان احنا نضيف حد من برا الشركة وده ان شاء الله هنتكلم عليه في chapter 3 اللي هيخش معانا الشركة ده هنديله اسم مثلا ايه اا اكس اكس دخل معانا الشركة يبقى مين دلوقتي اللي موجود في الشركة محمد واحمد وواحد اسمه اكس طيب في chapter 4 هنيجي نتكلم عن موضوع اسمه retirement of a partner او اسعب نسميه withdrawal كلمة retirement معناها انسحاب شريك الواد اللي دخل معانا جديد ده كل شوية نتخانق معاها فجي في يوم اللي يام قال لي بس انا مش طيقكم انا هسيبي الشركة وامش تقولوا اتفضل يا باشا الباب يفوت جمل يبقى في الحالة دي احنا هنضيف حد من برا لا ده واحد من جو الشركة هيخرج برا الشركة لو واحد من جو هيخرج برا ده بنسميه اطلع retirement بنسميه انسحاب شريك يبا احنا كده اتعلمنا ايه ازاي نأسس ونفتح شركة ازاي نضيف حد معنا في الشركة ازاي نخرج حد من الشركة وفي اخر chapter وقت chapter عندنا liquidation ازاي نقفل الشركة ازاي نصفي الشركة ده اللي بنسميه liquidation liquidation معناها تصفية تصفية معناها دلوقتي مجازم قفل الشركة الشركة بتخسر الشركة ستخلق مع بعض قلنا خلاص احنا هنجيب دورة في الشركة ده اللي هندرسه خلال منهج partnership ايه ده فكرني ايه هي نوع من انواع الشركات اللي بيمتلك فيه الشركة شخصين او اكتر طيب كل ده كلمنا عليه وقبل ما نخش موضوع جديد قلت لك انا كل اللي نقصك من السنة اللي فاتت هفقرك بيه انا فيه حاجة عايز افتكرها من السنة اللي فاتت ايه هي بقى او كتب لك remember from accounting one and two دي والسلايد اللي بعد دي حاجة من السنة اللي فاتت دي اللي محتاجها في التشابتر ده بس او او دي اللي محتاجها اول حاجة محتاجين نفتكرها ونرجع عليها من السنة اللي فاتت هي accounting equation فاكر لما دخلت الكلية وضحقوا عليك قالوا لك المحاسبة المحاسبة دي مادة سهلة خالص ده انت هتدرس فيها accounting equation وبعد كده كل اللي جاي بعد كده سهل طبعا كان بيهزروا معاك وبيفتحوا نفسك على المادة لكن علم المحاسبة اكبر من كده بكتير بس ده البداية طيب تعال الراجع على accounting equation فاكرين accounting equation كنا بنسميها ايه بنسميها بالله عربي معادلة محاسبية المعادلة المحاسبية دي قلنا ان حضرتك وانت في سراوية عامة كنت عمال تدرس في physics والchemistry والmath equations معادلات بتوقع accounting مش اقل من الناس دي فبتوق accounting راحوا عملوا برضو equation سموها على اسم المادة بتاعتنا المادة بتاعتنا اسمها ايه accounting فسموها accounting equation كلمة معادلة معناها ان في حاجتين بيساوي بعض فاحنا رحنا عملنا معادلة حاجتين بيساوي بعض ايه هم اول حاجة ان الéquوشن دي بتتكون من حاجة اسمها assets equal to بتساوي liabilities plus owner's equity تعالوا نفتكر كل element من دول او كل عنصر من دول معنا ايه فاكريني يعني assets او واحد هيرد علي يقول الاسد معناها الاصول طب اهلا وسهلا يعني ايه اصول انت لازم تبقى عارف الحاجة معناها ايه مش بالعربي معناها ايه وبتحاول تضحك علي اسمك ان انا عارف معنى اسد لا يعني ايه اسد تعرف ايه قال لك بص لو انت عايز تعرف يعني ايه assets الاسد هي اي حاجة في الدنيا اي اي حاجة في الدنيا بيتوافر فيها شرطين اتنين كم شرط يا شباب شرطين اتنين اول شرط اسمه ايه حاجة اسمها ownership او عشان نبقى صح حاجة اسمها control يعني ايه ownership او control معناها الملكية او السيطرة طب يعني ايه اول شرط ان لازم عشان تقول ان الحاجة دي اسد لازم تكون الحاجة دي بتاعتك ملكيتك بتسيطر عليها ده اول شرط تاني شرط لازم يكون الحاجة اللي انت بتسيطر عليها اللي هي بتاعتك لازم تكون هتنفعك في المستقبل يعني ايه هتنفعك في المستقبل ده الشرط التالي بنسميها benefits in the future يعني ايه benefits in the future معناها هتنفعك في المستقبل فبنقول ان اي حاجة حضرتك بتمتلكها بتسيطر عليها وهتنفعك في المستقبل الحاجة دي بنقول عليها assets زي ايه تعالوا ناخد ونرجع الامثلة الفلوس اللي جوه جيبك بتاعتك ولا بتاعتك دي جوه جيبك يبقى اول شرط حق مش الفلوس اللي جوه جيبك دي هتنفعك في المستقبل هتقدر تخرج وتتعلم وتسافر بيها اه يبقى هتنفعك في المستقبل يبقى بنقول ان الفلوس اللي جوه جيبك دي assets الفلوس دي كنا بنسميها ايه cash طيط اخد example تاني لو انا عندي حتة ارض الارض دي بتاعتي مش بتاعتي لازم اكون انا بسيطر عليها وقدام كده هبقى اقول لك الفرق ما بين الملكية والسيطرة في فرق طبعا اه طيب الارض دي بتاعتي وانا اللي بامتركها وبسيطر عليها الارض دي هتفضل معي السنة والسنة الجاية والسنة اللي بعديها يبقى هتنفعلي في المستقبل وممكن باعها في المستقبل ويجيبلي مكسب يبقى في الحالة الارض دي توفر فيها الشرطين يبقى الارض دي asset الارض يعني land طب لو انا عندي مبنى نفس الكلام مبنى يعني building لو انا عندي معدات يعني معدات نفس الكلام asset برضو بنسميها equipment كل الكلام ده دي امثلة الassets طب ما تيجي نراجع examples طيب احنا قلنا examples هي الفلوس اللي هي cash supplies فاكرين ايه supplies الادوات المكتبية زي النقلام دباسة ورق كل الكلام ده بنسميها supplies الاراضي land المباني buildings equipment machines الالات ومتنساش فيه asset مهم جدا اسمه accounts receivable تعني اتكلم عليه هنا اسمه accounts receivable and notes receivable خلي بالك بقى عشان هنتكلم في المنهج بتاعنا على accounts receivable والnotes receivable هو ايه الفرق ما بين او ايه اصلا معنى كلمة accounts receivable او notes receivable قلتلك قبل كده ان accounts receivable والnotes receivable has or have the same meaning عندهم نفس المعنى accounts receivable والnotes receivable معناها فلوس ليك عند الناس انا ليا 1000 جنيه عندك الالف جنيه دي بنسميها receivable ليا بتاعتي يبقى اي فلوس ليك عند الناس بنسميها accounts receivable او notes receivable بس تعمل نعرف بسرعة كده الفرق ما بين الاثنين عشان كل دا محتاجين الaccount receivable احنا قلنا هي عبارة عن فلوس ليا ولا علي ليا برضو نفس الكلام notes receivable ليا لكن accounts receivable هي فلوس ليا عند حد والحد اللي انا مسلفه ما مضتوش على اي ورقة او اي كمبيالة او اي شيك يزبط ان انا سلفته الفلوس دي يعني انا سلفت صاحبي بالحب كده عشان كده يبقى عليها من غير ورقة بالحب يعني لكن لو انا روحت سلفت حد الحد دا ما معرفوش لازم امضي على وصل امانة او حاجة اسمها كمبيالة الكمبيالة دي هي عبارة عن ورقة بتثبت ان انا سلفت حد فلوس الكمبيالة دي بنسميها note يبقى note receivable هي برضو بتبقى من غير ورق ولا بورقة بورقة مش بس كده account receivable هي فلوس ليا عند الناس ومن المفترض ان الفلوس الليا دي ترجعلي في مدة اقل من سنة يبقى account receivable فلوس ليا ترجعلي في فترة اقل من سنة لكن notes receivable هي فلوس ليا ومن المفترض من المفترض ان هي ترجع في فترة اكتر من سنة يعني فلوس هي هاخدها بعد اكتر من سنة يبقى دي اقل دي اكتر دي بورقة دي من غير ورقة بس معلش تطوين في الاسد شوية عشان احنا محتاج تعال بقى نرجع للجزء التاني من ال equation اللي هو right side of equation right side من equation بتتكون من حاجتين اللي هي liabilities and owners equity كلمة liabilities على فكرة معناها بالعربي خصوم ما اسمهاش ديون عشان مصطلح ديون ده غلط شوية بس احنا بنقول مجازا ان هي معناها ديون اللي هي عبر عن الفلوس اللي عليك اي فلوس عليك انا رحت تستلافت 50 جنيه رحت استلافت من البنك مليون جنيه كل دي الديون عليك الديون اللي عليك بنسميها عندنا في accounting liabilities طب اي الامثلة اللي على liabilities قلت لك اي حاجة جنبيها كلمة payable payable تبقى liability زي اي عندنا مثال مهم accounts payable notes payable payable لو اي حاجة receivable تبقى asset اي حاجة payable تبقى liability accounts payable و notes payable نفس الفرق المبين accounts receivable والnot receivable اللي احنا كنت بتتكلم عليه من شوية accounts payable هي فلوس لي لا يا حرم عليك هي فلوس عليك ديون الن notes payable برضو فلوس عليك بس فرق ان accounts payable هي فلوس استلافتها وما مضتش على حاجة من accounts payable بردو فلوس استلافتها بس مضيت علي حاجة accounts payable هي فلوس علي ومن المفترض ارجعها فترة اكتر لا اقل من سنة notes payable من المفترض بتكون اكتر من سنة طيب ده بسرعة كده liability اخر حاجة عندنا في الéquوشن هي owners equity owners equity معناها بالعربي حقوق الملكية طيب حقوق الملكية دي بتتكون من كم حاجة اربعة capital راس المال revenues expenses و drogings طيب الcapital هو عبارة عن ايه ركز معاي عشان الناس لما بيجي اسألها يعني capital تقول لي راس مال طب يعني راس مال الcapital او الراس المال هو الفلوس اللي احنا بنبدأ بيها المشروع يعني ايه انا محتاج اعمل مشروع المشروع ده عشان اعمله محتاج مليون جنيه كابداية البداية اللي انت بتبدأ بيها المشروع بنسميها راس مال اللي هي المليون جنيه يبقى الcapital هي البداية بتاعة المشروع طيب البداية بتزيد وبتقل على حسب الارباح بتاعتك طيب طيب فكرنا كده يا شباب يعني ايه revenues او ارادات يعني ارادات الارادات يا شباب هي اي فلوس بتجيلي من خلال خدمة قدمتها لحد رحت صلحت العربية لحد وخدت فلوس يبقى دي فلوس جكل مقابل خدمة تصليح العربية صلحت له التكيف صلحت له الموبايل كل دي بنسميها خدمات خلاص الفلوس اللي بتيجي مقابل خدمات بنسميها ايه revenues مقابل خدمات بس لا فاكرين ال revenues كنا بنقول عليها هي اي فلوس بجيلي مقابل كم حاجة حاجتين خدمة قدمتها او سلعة باعتها السلعة اللي باعتها دي زي ايه انا واحد فتح سوبر ماركت ببيع شاي وزيت وسكر الفلوس اللي بتجيلي من بيع الشاي والزيت والسكر دي هي جاتلي مقابل خدمة لا دي لبيعتلك سلعة شاي وزيت وسكر يبقى دي بنسميها revenue يبقى revenue هي اي فلوس بتجيلي مقابل خدمة او سلعة expenses expenses عكسها مصرفات اي فلوس بتصرفها دفعت الايجار دفعت الكهرباء دفعت المواصلات كل منسميها ايه مصاريف سيبك بقى دروين زي عشان هنيجي نتكلم عليها اخر التشابتر ان شاء الله وهفكرك بيها طيب ده معلش انا طويلت برضه في الايكويشن دي عشان احنا محتاجينها شوية وانا عارف ان الطالب لما بيطلع من سنة اولى يخش في سنة تانية بينسى كل الكلام ده معلش فركز معي كده احنا خلصنا الايكويشن لا ما خلصنا راش فاكر الايكويشن دي كنا بنتكلم عليها امتى السنة اللي فاتت هو السنة اللي فاتت احنا كنا بندرس اني نوع من انواع المنشآت سول البرويترشيب خلي بالك شايف الحتة دي بنسميها ايه اونر ايه مش اونرز يعني يقول لك لا يا حبيبي الاس دي هي اس الملكية دي بنسميها اونر اونر ايكوتي يعني واحد بس هو اللي بيمتلك الشرك لكن السمسطر ده احنا مش بندرس نفس النوع احنا بندرس نوع تاني اسمه بارتنرشيب عشان كده الحتة دي من الايكويشن في نوع من انواع الشركات اللي احنا بدرس السنة دي ما ينفع نسميه اونر امال احنا ايه احنا شخص واحد ولا شركة في الشركة انت قلت ايه شركة عشان كده هنسميها شركة شركة يعني بارتنرز شركة يعني ايه بارتنرز ايكوي يبقى هنا مش هنسميها اونر لا احنا هنسميها بارتنرز ايكوي اوكي طيب بص يا سيدي تا اللي احنا كنا محتاجينه وفضل لنا حاجة برضو محتاجينها من او حاجتين محتاجينهم من السمستر اللي فات فاكر في السمستر اللي اتكلمنا عن موضوع اسمه دابت و كريدت تاني حاجة محتاجين نراجع عليها من السنة اللي فات واكيد محتاجينها السمستر ده والسمستر اللي جاي هي ال دابت and كريدت رولز وتعال نراجعها كده بالراحة عشان انا محتاج ابقى متأكد ان انت فاكرها او فاهمها 100% طيب تعال نتكلم كده عن اسط مهمة قوي اسمه كاش كاش يعني فلوس لو انا مكنش معايا فلوس ودخل جوا جيبي 10,000 جنيه يبقى الفلوس اللي جوا جيبي زادت ولا زادت زادت بكم اصلا ب10,000 جنيه مش بس كده ده ده دخل جوا جيبي كمان 5000 جنيه بعد كده يبقى فلوسي زادت ب5000 جنيه بعد كده جالي كمان 5000 جنيه يبقى برضو فلوسي زادت ب5000 جنيه طيب بعد كده رحت صرفت فلوس لما اصرف من جيبي يبقى جيبي هيقل ولا هيزيد هيقل صرفت كان معايا فلوس صرفت منها يبقى جيبي اتا قلت هيقل هيقل يعني مينوس طيب صرفت على سبيل المثال 2000 جنيه رحت صرفت كمان 4000 جنيه بعدها وهكذا طيب المنظر ده في الاكاونتنج ما عجبناش قلنا البلاس والمينوس فيهم مشكل كتير ايه مشكلهم ان انت بس لو بالغلط بدل ما عملت دي بلاس عملتها مينوس كل اللي انت عملته طبعا دي حاجة بسيطة في الشركات بيخش ويخرج منها فلوس يوميا او سنويا بمليارات صح او الغلط طيب عشان كده قلنا ان البلاس والمينوس مش هنفع نستخدمهم عندنا في الاكاونتين احنا محتاجين نعمل لغة اه محتاجين نعمل لغة اللغة دي اللي يفهمها المحاسبين فقط طيب اللغة اللي احنا عملنا لغة اسمها ديبت وكريلت قلنا من هنا ورايح ان لما الاسد او اي حاجة في الدنيا تزيد مش هنعملها بلاس لما الاسد او اي حاجة قلت مش هنعملها عملنا اللغة خاصة بنا قلنا من هنا ورايح ان لما الاسد يزيد هنحط في مكان اسمه ديبت وان لما الاسد يقل هنحط في مكان اسمه كريلت لا بالروحة كده هو يعني اصلا ديبت وكريلت بص الديبت وكريلت دي كلمات اصلها لاتين احنا خدناها من اللغة اللاتينية وطبقناها عندنا في المحاسبة كلمة ديبت تعني عندنا نحية الشمال left side فاكر الجداول اللي احنا كنا بنيجي نعملها السنة اللي فتت اه اي نحية او اي نحية شمال من اي جدول بنيجي نعمله عندنا في الاكاونتنج بنسميه ديبت يبقى نحية الشمال بنسميها ايه ديبت وكلمة كريلت معناها نحية اليمين نحية اليمين من اي جدول بنيجي نعمله طيب الجداول دي محتاجين جدول واحد بس منهم دلوقتي وهدري جنراجع علي طيب يبا احنا قلنا ان لما الاسد تزيد هنحطها في نحية الشمال من الجدول نحية الشمال من الجدول بنسميها ديبت لما تقل هنحطها نحية اليمين من الجدول هي بتقل كريدت الناحية التانية كلها من الاجوائشن اللي هي اللايبيلتز and اونرز ايكوتي عكس الاسد بيقره الاسد يقولوا الاسد يا اسد انت تزيد ديبت طب احنا هنزيد عكسك هنزيد كريدت هنزيد كريدت اهو وهنقل عكسك هنقل ديبت يبقى كتب ورايا نعملها بشكل اسهل ان لما الاسد دي الاكواشن ان لما الاسد بتزيد بتزيد ديبت لما بتقل بتقل ايه كريدت الناحية التانية عكسها لما بتزيد بتزيد كريدت ولما بتقل بتقل ايه ديبت معادة حالتين بس اللي هم في الانرز ايكو دي فاكر قلتلك قبل كده ان الانرز ايكو تتكون من اربع حاجات كابيتل ريفنيو اكسبنس ودرويز في حاجتين منهم يقولوا للاسد يا اسد احنا بنحبك احنا مش هنمشي عكسك احنا هنمشي زيك بالزبط ايه هم الحاجتين اللي بيزيدوا زي الاسد ويقلوا زي الاسد اللي هم المصاريف اللي هي الاسد والدرويز بيزيدوا زي الاسد بيزيدوا ديبت ويقلوا كريدت حبص ده القصة بتاعة الديبت ويقلت اخر حاجة محتاجنها من السمستر اللي فات او من السنة اللي فاتت بصفة عامة ازاي بنيجي نعمل ريكوردين ازاي بنيجي نسجل الترانزاكشن استنى كده انا محتاج ااكد عليك هو يعني اصلا كلمة ترانزاكشن اللي انت عملت قولها ومش عارف معناها كلمة ترانزاكشن معناها معاملة مالية يعني ايه معاملة مالية يعني حاجة تتقاس بالفلوس حاجة دفعت فيها فلوس حاجة هتجيب لي فلوس دي بنسميها ترانزاكشن نفهم من كده ان في حاجات ماينفعش نقول عليها ترانزاكشن اه زي ايه زي الحاجات اللي مفهاش فلوس زي ايه انا اعينت موظف جديد النهارده او عملتله انترفيو اختبرته هل الاختبار ده معناها ان هو هتقابل وهياخب مني فلوس لا ده عملت انترفيو قعدت تدردش معه بس يبقى ده ماينفعش نسميها الترانزاكشن الترانزاكشن يا شباب هيجي اي حاجة هتأثر على فلوسي سواء بالزيادة او بالنقص ده حاجات السنة اللي فتت ان لما المحاسب بيجي يسجل اللي بيحصل في الشركات اه ما المحاسب ده وظفته الاساسية ان هو يجي يعمل حاجة اسمها تسجيل خرج من الشركة فلوس يسجل دخل للشركة فلوس يسجل الشركة ليها فلوس يسجل الشركة عليها فلوس يسجل الشركة باعت وهكذا طيب فاكر الوادي المحاسب بيسجل بطريقة منظمة لازم المحاسب بيبقى منظم بيسجل في جداول الجدول الاولاني اللي احنا بنسجل فيه الترانز اكشنز اسمه ايه يركز معي الله يخليك عشان الامتحان ممكن يبقى السي ممكن خلاص فالحاجات دي بتتصحح عليها وبتنقص عليها درجات الجدول الاولاني اللي المحاسب بيسجل فيه اسمه ايه اسمه general journal طب هو general journal ده شباب هو عبارة عن ايه عبارة عن جدول الجدول ده بيتكون من كم عمود اربع اول عمود بنيجي نكتب فيه التاريخ الdate تاني عمود بنيجي نسميه ايه اكسبلانيشن اي اكاون تايتل اللي بننصح طيب اكسبلانيشن معناه او اكاون تايتل بنشرح في التاريخ ده حصل ايه خرج مننا فلوس دخل لنا فلوس علينا فلوس وهكذا وخليك فاكر ان انا قلتلك يعني ايه دابت لفت ناحية الشمال يعني كريدت رايت قلتلك ناحية شمال ايه يمين ايه من الجداول اللي احنا بنيجي نعمله انا بصص للجدول اهو فين شمال اهو ناحية الشمال من الجدول بنسميها دابت انا لسه بصص للجدول ناحية اليمين من الجدول بنسميها كريدت او هتنسى الحاجات دي خلاص طيب هتطلق هنا transaction كده عايزين نفتكرها عشان دي شايف transaction دي تقريبا هنستخدمها في التشارتر كل transaction طيب فاكر لما كان بيجي يقول لك في المسألة ان فلاني الفلاني started او بدأ business جديد اللي انت كنت اصلا من غير ما تفكر اللي ايه اول transaction دي اللي او اول لما بتشوفها من غير ما تفكر معناها ايه بتسجل كاشو وكابتل طيب يا حبيبي افهم معناها ايه خلاص تعال نشوف transaction دي ونفهمها عشان دي هنحتاجها جدا 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 خلال بقية الفيديو خلاص او خلال شابتر بصفعة بيقول لك ان في واحدة اسمها سارة started her business by investing اتدت مشروع عن طريق ان هي حطت في المشروع ده 10,000 جنيه بص يا سيدي اه دي المشروع اللي عملته سارة المشروع ده لقناه فاضي الشركة دي لقناها فاضية ما فيهاش فلوس فسارة قالتلك لا انا ماينفعش اسيب مشروعي مافيهوش فلوس انا لازم احط فيه فلوس فراحت سارة حطت جوه الشركة او جوه المشروع بتاعها 10,000 جنيه او 10,000 دودر استم احنا بنسجل اللي بيحصل فين في الشركة خلي بالك من الموقت دي انت بتسجل اللي بيحصل في الشركة الشركة كانت فاضية مافيهاش ولا جنيه دلوقتي بقى فيها 10,000 جنيه يبقى الفلوس اللي جوه الشركة قالت ولا زادت زادت اه الفلوس دي معناها ايه كاش والكاش ده ايه اسد والاسد لما بيزيد بيزيد ايه دبت يبقى احنا هنروح نسجل خلي بالك الديبت ايا كان ايه هو لازم يتسجل الاول الديبت لازم يتسجل الاول لازم ايا كان ايه هو عشان فيه داس فاكرة ان الكاش هو اللي بيجي الاول لا يا حبيبي الديبت whatever ان شاء الله يكون حاطت ايه جن ازرق هتسجل هنا جن ازرق الديبت هو اللي يجي الاول طيب ولازم تكتبه من اول السطر كده بعد الخط هنسجل كاش الكاش بكام بعشر تلاف جنيه خلي بالك تاني غلطة تيجي تعملها في الجدول اول غلطة ان انت ما بتسجل الديبت الاول بتعمل غلط الديبت يتسجل اول بعد كده في نص السطر هنسجل الكريد تاني غلطة تيجي تعملها ان انت تسجل عشر تلاف و تحط علامة العملة دولر اي دولر ساين اي علامة عملة ما بنحطهاش هنا خلاص طيب يبقى ماينفعش نحط فيها اي دولر ساين دي تاني غلطة تيجي تعملها طيب فاكرين يعني كابتل الفلوس اللي احنا ابتدنا بيها مشروع صارة دي كانت كحيانة ما عندهاش مشاريع راس مالها ما كانش موجود اصلا الكابتل بتاعها زيرو قلت لك لا انا ماينفعش وبقى كحيان نفعش وبقى كحيان لازم ابقى بزنس وومن وبقى عندي مشاريع هتعمل اي انا هفتح شركة افتحي صارة راحت فتحت شركة راس مالها بقى عشر تلاف جنيه صارة ما كانش عندها راس مال دلوقتي بقى راس مالها بعد ما فتحت الشركة بقى عشر تلاف جنيه يبقى الكابتل بتاع صارة قل ولا زاد بقولك ما كانش عندها دلوقتي يبقى عندها شركة خلاص راس مالها دي في الشركة دي عشر تلاف جنيه يبقى راس مالها زاد ولا زاد وراس المال ده اهو لما بيزيد بيزيد ايه بيزيد كريدت طيب يبقى حط هنا كابتل معلش انا بطول في الحتة دي عشان دي محتاجينها والله بقية الشابتل طيب الكريدت ايه هو ماينفعش يتحط في نفس السطر مع الديبت لأ اجي على السطر التاني وفي نص السطر او يعني في اخر حرفين كده من السطر ممكن احط كابتل ماشي المهم ماينفعش يبقى في نفس اللاين مع الديبت لأ اجي يمين شوية كده واكتب وحط هنا المبلغ وما تنساش ما بنحط الدولار صعي هلاص الاساسيات دي مهمة الاساسيات دي مهمة بالذات لو الامتحان قسي هتكره حياتك في الاساسيات دي عشان كده بعلمك معلش هلاص ما تزهقش مني والله نخاف علي هلاص طيب كده احنا راجعنا اللي احنا عايزين نقوله طيب احنا احنا انواع المنشآت والشركات راجعنا على الaccounting equation راجعنا على الdebit والcredit راجعنا على ازاي نسجل transactions ويعني transactions وراجعنا على general journal ده اللي انا محتاجه لغاية دلوقتي تعالا بقى نرجع لمنهجنا تاني ونتكلم عن موضوع في غاية الاهمية الموضوع ده هنتكلم فيه لحد نهاية ان شاء الله الفيديو ده وخلي بالك الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي سؤال اساسي في الامتحاد ماينفعش مايجيش احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي يا شباب الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي اسمه how to form بعد اذنك ترجم معايا كده كلمة form معناها تكوين or establish كلمة establish معناها تأسيس الpartnership اللي هي الشركة دلوقتي يا شباب هنتكلم عن موضوع مهم جدا 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 الpartnership المادة بتاعتنا بتقولك ايه لو انت وصحابك عايزين تفتحوا شركة ومش عارفين ازاي تعال وانا علمك الموضوع ده بيعرفك ازاي تكون او ازاي تأسس او من الاخر كده ازاي تفتح شركة يبقى اكتبلي كده احنا هنتكلم عن ايه دلوقتي ازاي نفتح شركة لو انت فاكر ان احنا نقدر نفتح شركة بطريقة واحدة تبقى غلطها ده احنا عندنا اربع حالات كم حالة اربع حالات نقدر بيها نكون اي بورتنرشف في الدنيا احنا مهمتنا دلوقتي ان احنا نتعرف على الحالات دي ونفهم معناها ايه وتركتها ايه وكده نكون خلصنا تقريبا نص شابتر 2 بص يا سيد الكيس الاولانية الحالة الاولانية اسمها ايه cash فلوس الكيس التانية الحالة التانية اسمها ايه cash and non cash assets نفهم الكلام ده معنا ايه ودي الحالة التالتة ودي الحالة الرما طيب تعال نمسك حالة حالة ونفهم ازاي نفتح شرك ازاي نفتح شرك دي الحالة الاولى ان احنا هنفتح الشرك عن طريق ان احنا هنستثمر عن invest كلمة investment معنا هنستثمر فلوس لا لا فهمنا كده بالراح يعني ركز بقى معي سيب كل في ايدك عشان لو فهمت الحالة الاولى فهمت التانية والتالتة والربعة وكده نكون خلصت بص سيب انا وانت صحاب من زمان وفي يوم الليام قاعدين بالليل كده مع بعض على القهوة احنا وصحاب نا ومعلومة للبنات يعني ان مفيش قاعدة فيها رجال على القهوة الا ولازم يفتحوا موضوع معين اللي هو ما تيجي نعمل مشروع بالزبط طيب فلا قاعد انا وانت كده بالليل احنا وصحابنا فجيب ببصلك كده قلتلك بقولك ما تيجي نفتح مشروع تيجي نفتح بارتنا شب نفتح شركة فانت روح تردت عليا وقلتلي والله يا محمد خدتها من على طرف الثاني قلتلك خلاص يلا نفتح شركة فانت ردت عليا وقلتلي ايه يلا قلتلك بس خلي بالك انت عارف عشان نفتح شركة احنا محتاجين فلوس معك قلتلك اللي قبتي سدادة قلتلك الله ينور عليك وانا معايا فلوس يلا نفتح شرك يلا كل واحد فينا هيساهم بايه هيدفع هيستثمر ايه فلوس دي الحالة الاولى ايه ده هونا ينفع اخش شركة او نقسس شركة عن طريق ان احنا نستثمر حاجات تانية غير الفلوس اه دي هنشوفها في الكيس التانية والثالتة والرابعة لكن الكيس الاولى انت هتحط فلوس وانا هتحط فلوس ونعمل شركة فلوس بس طيب دي اللي بنسميها ايه كيس وان كاش اون طيب يبقى الكيس الاولانية هنعمل ايه دياب او محمد قاعد معك قاعد مع حد من صحابه اللي هو بهجت قال له يا بهجت احنا عايزين نعمل شركة فالدياب قال له انا هخش الشركة عن طريق ان انا هحط فلوس وانت يا بهجت هتحط ايه فرد علي انا عارف ان اول سانو طويل شوية فلتلو ايه انجلز هتقول ايه قال لي انا هحط معاك فلوس يبقى احنا الاتنين هنخش الشركة عن طريق او هنقسس الشركة عن طريق الكاش طيب احنا ممكن نقسس الشركة بحاجة تانية غير الفلوس اه دي الحالة التانية اللي اسمها ايه كيستو كيستو اسمها ايه تعال يرى الاسم الاول اسمها كاش and non cash assets بالراحة كده الكاش احنا عارفينه اللي هو الفلوس اما ليه قصة النون cash assets دي يعني ايه non cash assets اكتب لي كده النون cash assets معنا اكتب اي asset غير الكاش نسميه non cash تاني اي asset غير الكاش يبقى non cash asset يعني ايه مش احنا عندنا assets كتير قوي cash و machines و sub lize و receivable و land و كل الكلام ده شايف اي asset في الدنيا غير الكاش بنسميه مش cash non cash assets يبقى non cash assets زي الاراضي والمباني المهم اي asset في الدنيا غير الكاش non cash assets بنسميها اسم تاني other assets اصول اخرى معناها برضو اي asset غير الكاش طب بالراحة نفهم يعني اي انا قاعد انا وزفت بهجت قلت انا بهجت عايزين نفتح شركة قال لي نفتح شركة قلت له بص مبدئيا كده انا كديب انا كمحمد مش معايا غير فلوس قال لي انت هتساهم بكاش يعني قلت له قلت طبي عم انت هتساهم باي قال لي بص فلوس كتير معايا بتاع 10 000 جنيه هاخش معاك بيوم الشركة قلت بتهزر هتخش مع 10 000 جنيه بس قال علي قلت ماشي تبتشتم فهسمع كلامك قال لي مبدئيا كده انا هحط معاك شوية فلوس مش بس كده انا عندي مبنى او عندي ارض الارض دي تسوى كتير او المبنى ده يسوى كتير دلوقتي انا هستثمرها معاك في الشركة يبقى في الحالة دي الراجل اللي هيخش معايا الشركة هو هيخش بكاش وهيخش بحاجة تانية غير الكاش اللي احنا بنسميها non cash ايه اللي هي البل دي الحالة التانية ان اللي هيأسس الشركة واحد يحط كاش واحد يحط non cash اللي هو مباني اراضي machines equipment whatever هيساهم باي حاجة غير الكاش دي الحالة التانية طيب وهنيجي نتكلم عليها بعد شوية الحالة التالتة الحالة التالتة اسمها ايه cash and non cash assets طيب ما دي زي اللي فات بالزبط بالزبط زي اللي فات بالزبط بس زيادة عليها حاجة liabilities يعني احنا قلنا خصوم او ديون يعني ديون ركز معي الله يخليك انا وبهكت تعال نعمل شركة قال لي نعمل شركة قلت لو ما بدقي ايه انا كديب هخش معك بفلوس انت هتخش الشركة بايه قال لي اسمع انا هخش معك بفلوس بردو وعندي حتة نبنى هخش معك بايه قلت روما دي زي اللي فاتت بالزبط قال لي اتقال قال لي بصراحة محمد بصراحة دياب انا علي ديون بتقول عليك ديون بكام يعني قال لي بمبلغ تافه بخمس تلاف جنيه بتقول اعم دي ديون قلي ايه العادي فرح قال لي ينفع اخش الشركة وانا علي ديون بتقول اه ينفع قال لي لا انت بش اخب بلك من وانا علي الديون دي واحنا اللي اتنين ادفعها قلتوا يا ابن اللزين يعني انت عايز تخش الشركة وانت عليك ديون والديون دي ما تبقاش عليك انت بس تبقى علي انا وانت تبقى الديون دي مش عليك انت تبقى علي الشركة قال لي ايوة بالزبط كده في الحالة دي انا كمحمد ليا القرار خلاص ممكن اوافق ان هو يخش الشركة وهو عليه ديون واحنا اللي اتنين ندفعها او اقول له معلش انا اسف معلش ادفع ديونك يا باشا قبل ما تخش انا مش موافق تخش معي الشركة وانت عليك دي على حسب على حسب ايه القرار بتاعي اوافق او لا وهنجي الكلام علي الحالة الرابعة اسمها ايه بزنس سيبك من كلمة بزنس دي ركز معايا كده محمد قريدي فاتح مشروع لوحدي منشأ لوحدي فاكر المنشأة اللي انت بتفتحها لوحدك اسمها ايه صل بروبرايترشيب وانا عارف ان زميلي او صاحبي فاتح برضو مشروع لوحدي بزنس لوحدي فجيت قلت له يا دي يا باها قلت لي ايه طولب وقلك ايه تيجي نضم البزنس بتاعي على البزنس بتاعك وبدل ما نخليها منشأة فردية ده احنا دلوقتي ما بناش فرد احنا هنبقى اتنين تعال نحولها البارتنرشيب قال لي يالله يبقى في الحالة دي احنا هنساهم بفلوس لا هنساهم بنون كاش لا انا هساهم بشركة سوري هنساهم بمنشأة وهو هيساهم بمنشأة انا هساهم ببزنس وهو هيساهم ببزنس ونحول البزنس ده نخليه بارتنرشيب دي الحالة الرابعة تعال نمسك حالة حالة انا تقريبا كده خلصتلك نص التابتر هنمسك حالة حالة هنحل عليها نفهم ازاي الدنيا بتمشي خلاص ناخد لحل الامتحانات مع السلام خلاص تعال بقى نبدأ دلوقتي مع بعض اول حالة نشوفها نحل عليها وبعد ذلك نخش على الحالة التانية والتالتة والروا اول حالة كان اسمها ايه لو فاكر كان اسمها كاش او انفاستين كاش يعني ايه كلمة انفاستين كاش معناها اللي هيخش الشركة هيساهم او هيستسمر فلوس فاكر قلتلك دياب وعم بهجت لما احنا اللي اتنين هنعمل شركة هنخش الشركة دي او هنقسس الشركة دي ازاي بفلوس بس طيب تعال بقى نشوف اول اجزامبل عندنا بص تسيق في الاجزامبل الاولاني اهم حاجة تعرف تقرى المسألة صح وده اللي هعلمولك دلوقتي طلع المعلومات على جنب ما تخشش المسألة كده يلا انا هحل لأ خليك رايق بص يا سيد بيقولك هنا ايه في واحد اسمه ايه ده شخص ايه عمل ايه بقى انفستد اعلم على كلمة استصمر استصمر ايه قالك استصمر عشر تلاف دولار كاش يبقى في الشركة خمستاشر الف دولار كاش يبقى هما الاتنين هيساهموا بفلوس بس يبقى دي الحالة الاولى هيعملوا بارتنرشب ترون ما انا عارف قالك هيسموها تعال بس نكتب الواب بي عمل ايه هيخش بخمستاشر الف كاش قالك هيعملوا بارتنرشب هيسموها دي الشرك خلص السؤال شوف بقى هو طالب منك ايه الريكويرد قالك بريبير الانترز بعد اذنك علم على كلمة انترز اول لما ييجي يقولك بريبير الانترز كأنه بييجي يقولك اعمل الجدول اللي اسمو جنرال جورنر يبقى اول لما ييجي يقولك اعمل الانترز الانترز دي بتظهر في جدول اسمو جنرال جورنر اللي هو كان بيكون لندية اكسابنيشن دا بتوكرد سلاشرحتولك في الاول طيب انت عايزني اعمل انترز بتاعت ايه قالك عشان تسجلي الاستثمار بتاع ايه وبي ممكن يجيب لك صيغة السؤال بالطريقة دي او ممكن يغير لك الصيغة شوف ما بينكم سن انا كاتب لك صيغة تانية يسألك ازاي بتطريقة تانية قالك record record يعني سجل اسجل يعني يعمل برضو جنرال جونر اسجل ايه يا عم قالك بعد اسدق سجل لي تكوين الشركة اللي اسمها او بي اللي اتنين نفس المعنى اللي اتنين نفس المعنى يجيب قالك بالصيغة دي دي احنا نسينا البالانشيت دي هنفتكر ها دلوقتي خليك بس في الجزء الاولين ازاي نسجل ان الاتنين دول عملوا شركة ركز الله يخليك سيب كل اللي في ايدك حلينا اول مسألة فهمنا كل الكيسز اللي جاي بص يا سيجل انا ايه وانت بي احنا اللي اتنين هنعمل شركة فقلتلك انت هتساهم باي عمي بي تريب خمستاشر الف وقلتلك وانا هساهم بعشرة تلاف جنيه كاش ماشي يلا نعمل الشركة يلا نعمل الشركة ما تنساش ان احنا بنسجل اللي بيحصل جوه الشركة ادي الشركة ادي ايه الشركة احنا هنسجل جوه الشركة حصل ايه الشركة كانت فضي اوسادك اه صح اه الشركة ما كانش فيها ولا جنيه فجي ايه حط في الشركة عشر تلاف دولار ده مش بس كده ده الوقت بي حط في الشركة خمستاشر الف دولار كاش صح اه الشركة ما كانش فيها فلوس صح ودلوقتي بقى فيها فلوس ايه حط عشرة وبي حط خبستاشر رد علي يبقى الفلوس لجوه الشركة حصل لها ايه زادت الكاش زاد هم اللي اتنين دول عملوا ايه هم اللي اتنين دول استثمروا الفلوس دي ليه عشان يعملوا مشروع عشان يبقى ليهم راس مال وما ما كانش ليهم راس مال في الشركة دلوقتي بقى ليهم راس مال في الشركة الراجل ده كان ليه اي كل واحد فيهم ليه راس مال في الشركة يبقى الكابتل بتاع كل واحد فيهم زاد ولا قال زاد تعال نسجل الكلمتين دول ونقول باي باي للمسألة دي ونشوف مسألة تانية بص يا سيف احنا بنسجل الله يخليك ركز بنسجل في جدول اسمه جينرال جورنال ديت إكس بلانيشن ناحية اليمين تكون كريدت هو ايه اللي حصل ده حط فلوس وده حط فلوس يبقى الكاش اللي جوه الشركة زاد الكاش ده asset لما يزيد يزيد يرد علي يزيد دبيت الدبيت يكتب الاول السؤال هنا هو الكاش زاد بكام زاد عشرة غلطان زاد بخمستاشر غلطان برضو ده حط عشرة وده حط خمستاشر يبقى لازم اكتب كده التفصيل دي لازم اكتب ها لازم ان ايه حط عشرة وبيه حط خمستاشر يبقى الكاش اللي هيبقى في الشركة قد مجموعة الاتنين خمسة عشرين طيب ايه اللي هيزيد التاني احنا بنقسس الشركة طول ما انت بتقسس الشركة يبقى الكاش هيظهر معاك اكيد كابتال راس ماله خلاص طيب يلا نكتب راس مال يلا نكتب راس مال خليك معاك عشان انا اغلط انا ايه انا اغلط طيب انا هكتب كده راس مال الكابتال انا عارف ان الكابتال دايما بيجي كريدت كتبته في الكريدت هكتبه بقى افكام بقى بخمسة عشرين غلط غلط ليه عشان انت جمعت راس مال ايه مع راس مال بي هل ده ينفع لا ده المثل بيقولك ان كنت اخوات تحسبه في المحاسبة لازم نفصل الفلوس ده عنده طبعا طبعا عشان كده لازم تفصل فلوس كل واحد فيه يا حبيبي يا ايه انت ليك راس مال في الشرك قال لي اه احنا عايزين نعرف كام اسمع اللي انا هقولك عليه اللي انا سهمت بيه راس مال هيسويه تاني اللي انا سهمت بيه راس مال هيسويه ايه ساهم بعشر تلاف جنيه يبقى راس مال عشر تلاف جنيه بيه ساهم بخمست عشر ألف جنيه يبقى راس مال هيسويه برضو بخمست عشر تلاف جنيه يعني تقصد تقول يا محمد ان احنا هنفس الراس مال ده عن الراس مال ده الزبط هنيجي بقى في الكريتت هنيجي نكتب الاولاني هنيجي نكتب كابتل بتاع الاولاني بعشر تلاف والكابتل بتاع التاني هو ساهم بايه بخمست عشر يبقى الكابتل بتاعه بخمست عشر خلصنا برضو غلط ليه ما نفصلت كابتل ده عن كابتل ده هل انت وضحت كل واحد فيهم الكابتل بتاعه بكام لازم تسمي الكابتل يا سلام هتفرق اه طبعا بتنقص عليها العشر تلاف دي لازم تقول عليها ايه كابتل ولازم تكتب اس الملكية بتنقص على حاجات دي والله بتنقص لو الامتحان اسي هتشوف هتنقص على الكلام ده طيب وده الكابتل بتاع مين بي ملخص اللي انا عايز اقوله ان انت لما بتيجي تعمل فورميشن بتسجل ايه كاشو كابتل خلص في الحالة دي خلي بالك المسألة ما انتهتش قال لك اعمل لي بالانشيت تعال نفتكر البالانشيت دي الاول اللي كان بتتكوم ايه البالانشيت يا شباب هي عبارة عن حاجة اسمها فينانشل ستيتن قيمة مالية البالانشيت دي كان بيظهر فيها ايه كان بيظهر فيها الاكواشن اللي احنا لسه مراجعين عليها كنا بنيجي نعملها بص خلي بالك ممكن تعملها بالشكل ده بنسميه T-Shape او ممكن نعملها زي ما هوريلك بعد شوية اسمها List Shape تحت بعض تعال نفتكر بتتعامل ازاي كنا بنحط هنا على الشمال Assets وبنحط على اليمين هنا Liabilities And ما اسمهاش Owner Equity انت في هو طالب منك تعمله البالانشيت اللي تفهى بي اعملها ازاي انسى المسألة تعال نمسك الحل تعال نمسك ايه الحل اسيبك من البالانشيت دي دلوقتي ادي الانتري اللي انا عمله ده اسمه Entry ده General Journal شايف الانتري اللي انا عمله ده هسرقه وحطه في البالانشيت تعال نعمله سوى يلا البالانشيت تعال نعملها بالList Shape List Shape يعني بدل ما بحط على الشمال Asset واليمين Liabilities والPartners ECO بنحط هم تحت بعض بس خلي بالا لازم تتعلم الاساس صح عشان اي بالانشيت في الدنيا لازم sequence معين تسلسل معين اول حاجة اكتب في اول الصفحة اسم الشركة اللي انا كونتها هو مش مديلك اسم الشركة اللي اسمه A-B منظرة لأ عشان تحطه في البالانشيت هتيجي تكتب A-B Partnership يا سلام لو عملت كل الاسم Capital بس دلالتي ما بيجاقش ركزه في الحاجات دي ماشي على السطر التاني وما ينفعش نفس السطر تيجي تكتب اسم الحاجة اللي انت بتعملها انت بتعمل اسمها ايه Balance Sheet حبيب اللي كان بياخدوا معايا السمستر اللي فات قلت لهم ان ال Balance Sheet لها اسم تاني اسمها Financial Position الاسم التاني ده مهم جدا اسمها Financial Position يا سلام لو اكتفح له كده بينكم سين وقلوا ان اسمها برضو Financial Position هل انا خلصت لا ما خلصتش اعمل كما واجي اكتب كلمة وما ينفعش اكتب اي كلمة غير ات ات بتعبر عن المومنت اللي انا فيها اللحظة اللي انا فيها لازم نكتبها طيب بعد كده اكتب التاريخ whatever التاريخ اللي هو متدهولة مثلا January First 2023 مثلا يعني طيب ممكن اكتب التاريخ على السطر التاني ينفع خلاص طيب اعمل ايه احط هنا assets وحط هنا liabilities and partners equity واشوف بص يا سيد شاف الانسري مترجعش للمسألة خلاص خلصت امسك هو هنا متسجل ايه في debit cash هو الكاش ده ايه asset باس خلصت هاتلي cash تحت assets cash بس كده اه الكاش كان بكم 25000 كان فيه assets ثانية لا عرفت منين عشان مفيش في debit حاجة ما هو asset في debit ما فيش هو cash خلاص يبقى كده خلصت يبقى يجيب حاجة اسمها total assets هو مفيش غير asset واحد بس يبقى total assets بكام 25000 خلي بالا في balance sheet لازم تحط dollar sign واي total ممكن تحط تحت خطين كلا عشان يبقى طيب هل في الحل entry اللي عمله بإيدي كان في liability لا هو انا بعرف ان اي حاجة جنبيها كلمة بابل تبقى liability هنا مفيش هنا مفيش غير راس مال طيب الراس المال ده يجي تحت owners equal راس مال اي كان عشرة وده خمستاشر اخدهم copy based والله ما رجعت للمسألة اصلا ما عملتش اي حاجة يبقى هجي اكتب كده a capital b capital ده عشرة وده خمستاشر الف يبقى مجبوعهم كام total 25 ما تنساش ان balance sheet لازم total assets equal total liabilities and equal طبعا الكلام ده انا شايفه سهل جدا عشان كده لازم نعدي هنحل كتير اوي ودي المسألة بالحل بتاع طيب تعال نخش على فكرة صعبانية شوية اوص العلامة دي معناها ان هي جات في امتحان قبل كده وصعبانية الصعبان ده التاعبان ده معناها ايه فكرة يعني مختلفة شوية فيها فكرة خلاص طيب بيقولك هنا ايه المرة دي assume that k and y قالك فيه واحد اسمه k واحد اسمه y each invest 40,000 دولار in a new partnership في partnership جديدة قالك سجل الinvestment او ال formation وبرضو اعمل لي balance sheet ماشي تعال نعمل الاثنين يلا نعمل الاثنين بس تعال نكتب كده اه قالك فيه واحد اسمه k فيه واحد اسمه y هم الاثنين عملوا partnership انا قد بحل مكانك انت هتعمل كده اه هم استثمروا اربعين الف اربعين الف يبقى ده حط عشرين وده عشرين حد قالك كده يعني تسعين في المية من الناس عملت كده حد قالك ان ده حط عشرين وده عشرين طب ما ده ممكن ده حط خد خمسة وده حط خمسة وثلاثين ده ممكن حط خمسة وده حط خمسة وعشرين انت ما بتركز في التفاصيل قالك each علمني على كلمة each بعد اذنك كلمة each معناها كل واحد فيهم اكتب معناها كل واحد فيهم كل واحد فيهم يعني ايه قيل لك يا ابني ان k حط اربعين وبرض y حط اربعين يبقى كلمة each معناها ان ده حط ده وده حط ده خلاص يبقى ده حط 40 الف كاش وده حط 40 الف جنيه كاش ده تركت السؤال اه ده تركت السؤال معنا كلمة each ان ده وده خلاص طيب يلا نعمل الانترز الانترز بنيجي نعملها في جدول اسمه general journal date examination debit and credit يلا ركز معي ادي الشركة اقصادك k حط 40 الف y حط 40 الف الشركة ما كانش فيها فلوس دلوقتي بقى فيها فلوس يبقى الكاش اللي جوه الشركة زاد الكاش ده asset لما بيزيد بيزيد ايه يبدأ علي ده بتكاش طب يا ترى الكاش بتاع الشركة هيزيد بكم باربعين يا رجل حرام عليك ده حط 40 وده حط 40 يبقى 40 بتوع k و40 بتوع y يبقى الاتنين حطوا كام 80 الف طيب هم الاتنين دول حطوا فلوس ليه عشان يبقى ليهم راس مال ويروح يقول صاحبه انا بقيت مستثمر وليه راس مال يعني راس مال هم زاد ولا زاد الراس المال دايما نيجي credit بص يا سيد هنيجي نكتب نكتب capital ولا نفسص لازل نفسل هنقول له يك انت ساهمت بايه هقول اللي انت ساهمت بيه راس مالك هيساويه يك انت راس مالك 40 يا واي انت ساهمت ب40 اه ما تكملش ويبقى واي capital برضو ب40 وخلصت السؤال الجزء الاول من السؤال اعملي بالانشيت يلا نعمل بالانشيت هتيجي تكتب اسم الشركة طبعا هو ميدي لك اسم الشركة هنا ك واي partnership هنيجي نكتب تحتيها بالانشيت بينك سين financial position at والتاريخ عايز تعملها T-ship هي هي تحط الشمال assets واليمين liabilities and partners equity بالراحة بعمل البالانشيت منين سرقة بسرقة من اللي انا سجلته بالراحة الاست فين هو مفيش غير است واحد كحيان كاش يبقى ييجي تحت الاست كاش بكم بتمانين يبقى total الاست بكم بتمانين اللاي باللتس مفيش مفيش حاجة بابل طيب ده يبقى الكمال ينزل بص الكمال اخذ كوبي بست تريم هنا يبقى K capital 40 Y capital 40 يبقى توصل بتاعهم كام 80 الاتنين equal بعض يبقى كده تمام تمام ودي تعال نقرى الحل بسرعة كده اهو دي البالانشيت وحاجة تانية غير الفلوس الحاجة التانية غير الفلوس دي بنسميها non cash assets وليها اسم تاني other assets يبقى تعال نفتكر كده قلتلك في الاول ايه هي non cash assets او other assets اي asset غير الفلوس زي زي land الاراضي زي المباني زي equipments زي machines كل دي امثلة على non cash assets يعني نفهم من كده اللي هيأسس الشركة هيحط في الشركة فلوس وحاجة تانية ارض حاجة تانية مبنى حاجة تالتة equipment وهكذا طيب قبل ما نخش جوه الكيس دي وانه نعرف تركتها وايه الاسئلة اللي جات في امتحانات واللي ممكن تجيلك وهكذا تعال بس ناخد حتة كده بسيطة قبل ما نخش على المسائل عايزك تعرف الفرق ما بين المصطلحين الجايين دول ده مصطلح محاسبي خلاص عايز اعرف ايه الفرق ما بين حاجة اسمها book value وحاجة اسمها fair value مبدئيا كده البوك value دي بنسميها بالعربي لو عايز تعرفها عشان لما بقولك الحاجات بالعربي عشان انت السماستر الجاي هتاخد محاسبة بالعربي جزء من مبدأ كده في محاسبة بالعربي البوك value دي بنسميها بالعربي القيمة الدفترية لكن fair value بنسميها القيمة العدلة طيب القيمة الفير العدلة الفرق مميلي اتنين سيبك من ترجمته الموبايل ده انا اشتريته من 3 سنين الموبايل ده وقت لما اشتريته اشتريته ساعتها كان ب15000 جنيه من 3 سنين زمان اشتريته بكم ب15000 جنيه ده زمان فالنهارده نهارده نزلت السوق كده قلت انا اعايز ابيع الموبايل ده فدخلت محل الموبايل لقيت وحاط نفس موبايلي بنفس المواصفات بنفس كل حاج قلت لاب اقول لك الموبايل ده انا كنت شاريه زمان ب15000 يسوى كام النهارده قال لي يا باشا الاسعار زادت اللي انت كنت شاريه زمان ب15 النهارده سعره في السوق اه النهارده سعره في السوق وصل ل30000 جنيه قلت له يا سعره النهارده 30000 جنيه ده زمان كان ب15 استنى قيمة الاسد زمان وقت ما اشتريته دي بنسميها بوك فاليو يبقى بوك فاليو اكتب لي قيمة الاسد النهارده قيمة الاسد زمان وقت ايه وقت الشرع اللي نقدر نقول عليها التكلفة البوك فاليو دي ممكن نسميها اسم تاني الكوست تكلفة طبعا هو فيه فرق بين الكوست والبوك فاليو يمكن الفرق ده تكلمنا عليه في اخر سمستر ولفات بس مش مشكلة دلوقتي عندنا مش عايزين نعرف الفرق خلاص طيب يمالبوك بالنسبة في المسائل هي هي الكوست التكلفة طيب وده معلاها ايه قيمة الاسد زمان قيمة الاسد زمان بخمستاشر سعر النهارده قيمته النهارده في السوق لو رحت بيعته هبيعه بكام ب 30 الف جنيه قيمة الاسد النهارده بنسميها فير فاليو اكتب لي كده عند الفير من النهارده والفير فاليو بنسميها اسم تاني انا قلتلك سعر النهارده في السوق عشان كدا بنسميها م fasc bin الفير فاليو بيها اسم تاني market value او ممكن تسميها fair market value و البوك valu هي قيمة الاسد زمان و ليها اسم تاني التكلفة cost طالع Fresco هيفيدنا ب ايه هيفدنا بكتير قوي 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 بص يا سيدي في الكيس دي عندنا تركتين ما لهومش تالت ولازم يجولك في الامتحان عندنا كام تركة بيلعب بيهم اتنين بص في خمس تركات مهمين جدا ولازم يجولك في الامتحان الفايف رولز دول انا عايزك تحطهم في دماغك كويس جدا بص اي رول هتطلق جنبيها الصورة دي عقلك لازم تحط الرولز دي جوه عقلك كويس وتفهمهم كويس جدا عشان دول اللي بيعابوا بيهم في الامتحان اول ترك هنيجي ناخدها دلوقتي خلاص بص يا سيدي تعال نشرحها الاول فاكر مين هيعمل الشركة انا ومين انا وستاذ بهج دياب و بهجت ف بهجت سألني انت هتخش الشركة بايه؟ قلت له بفلوس مش معاي غيرها قال لي ماشي يعني انت هتخش الشركة بكاش بس قلت له الله ينور عليك فرحت سألته قلت له طب يا بهجت هتخش الشركة بايه؟ قال لي بص انا هخش زيك برضو بفلوس قلت له بس قال لي لا مش بس قال لي انا عندي حتة ارض كده تيجي نستثمرها او تيجي اساهم بيها في الشركة قلت له يالله ياريت بقى هجت هيساهم بايه؟ بأرض لاند قال لي عارف ياضي يا محمد قلت له ايه؟ قال لي عارف الارض دي انا اشترتها من عشر سنين قلت له ايه؟ قال لي اه والله قال لي انت عارف الارض دي لما اشترتها من عشر سنين كانت تسوى كم؟ قال لي كانت تسوى عشر تلاف جنيه بس ده من عشر سنين قلت له يا راجل قال لي اه والله قلت له طب الارض دي زمان بعشر تلاف جنيه تسوى كم النهاردة؟ قال لي انت عارف الارض دي لو روحت بيعتها النهاردة 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 هباعها بمليون جنيه قلت له يا اه ده فارق كبير قوي قال لي اه قمال حلو احنا عايزين نعرف العشر تلاف جنيه دي اسمها ايه؟ قال لك دي زمان هنسميها بوك فاليو عشان دي قيمة الارض زمان كانت بعشر تلاف جنيه وقت الشراء لكن الارض دي سعرها النهاردة اللي اسمها الماركت فاليو عشان هو قال لي النهاردة او الفير فاليو بمليون السؤال هنا انا عندي ارض لها قيمتين في المسألة هسجلها بأني قيمة القاعدة الاولانية القاعدة الاولانية ان اي نون كاش اسسد اللي هي زي الاراضي المباني الايكوابمنتز كل الكلام ده ان اي حاجة عندنا لازم تتسجل بالفير ماركت فاليو طب البوك فاليو دي هو انا ليه بسجل بالفير ماركت فاليو قيمة دلوقتي لكن القيمة زمان دي لا تعبر عن اي شيء خلاص ده زمان احنا لدينا دعوة بدلوقتي احنا بنعمل الشركة دلوقتي يبقى هنستخدم قيم ايه دلوقتي يبقى اول حاجة والتهالك الرول الاولانية ان لما ييجي في المسألة بوك فاليو او ممكن يسميها لك كوست ويكون مديني حاجة اسمها فير فاليو بس تخدم ايه طول ما الفير فاليو موجودة الفير ماركت فاليو موجودة نستخدمها طيب طب لو هو مديني قيمة واحدة بس للارض خلاص استخدمها هنا سكت لكن لو مديلك كونتين ما يفعش استخدم الاتنين صح او الغلاط اه في حالة ان فيه كونتين تستخدم الفير ماركت فاليو او الفير فاليو طيب دي اول تريك تاني تريك ايه هي بوستسين تعال نغير اللاند دي باي حاجة تاني بعربية بكار الوقت باهجت قال لي انا هخش معاك يا محمد بفلوس وكمان عندي حتة عربية هخش معاك بيها الشرك قلت له جميل قال لي انت عارف العربية دي تكلفتها علي ركز تكلفتها علي وقت لما اشترتها من خمس ست سنين عشر تلاف جنيه قال لي العربية دي قصيلة قلت له يعني ايه قال لي استدق انا استهلكتها بتاعتها اربع سنين والعربية زي الفل قال لي ايه استهلكتها فاكريني الاهلاك بتاع الاسد ده بنسمي ايه depreciation قال لي العربية دي تكلفتها علي عشر تلاف جنيه بس انا استهلكتها ده اللي بنسميه depreciation او اسمه accumulate depreciation يعني ايه accumulate depreciation مجموع الاهلاك بتاع العربية خلال التلات سنين الراجل ده اهلاكها بقد ايه الراجل ده اهلاكها على سبيل المثال في التلات سنين بتلات تلاف جنيه وجيه قال لي بتعرف انا لو باعت العربية دلوقتي ابيعها باربعين ألف جنيه دلوقتي بدا اسمه ايه fair value السؤال هنا بقى ايه اللي ظهر جديد accumulated depreciation استنى انا عندي عربية تكلفتها 10 تلاف جنيه هو استهلكها بتلات تلاف امتها في السوق بكام باربعين ألف هو انا هسجل العربية دي بقد ايه وهل انا ينفع اسجل في الشركة الجديدة في الشركة الجديدة في الشركة الجديدة اللي احنا هنعملها ينفع نسجل ان احنا اهلاكنا حاجة هو احنا لحينا نفتح هو احنا لسه أسسنا الشركة بتالسؤال هنا هو احنا ينفع هو احنا احنا ينفع نسجل اي depreciation في الشركة الجديدة ايه لك؟ ممنوع اي depreciation اشوفه في المسألة اسطبه يا عم هو أنا لحق تستهلك حاجة أنا كده كده عارف أن أنا بستهلك أو كده كده عارف أن أنا بستخدم إيه الفير فاليو يعني كده كده ولا كأنني شايف الكوست ولا شايف الدبريشيشن يبقى القاعدة التانية اللي احنا قلناها ممنوع إن احنا نسجل أي دبريشيشن في الشركة اللي احنا بنأسسها أي أكيوميليت الدبريشيشن مش بنسجله بنتجهله خالص قاعدتين قلناهم مهمين جدا القاعدة الأولانية هي كانت إن أي نون كاش أسد زي الأراضي المباني كل الكلام ده بيتسجل بالماركت فاليو أو الفير فاليو وأي أكيوميليت الدبريشيشن أي أكيوميليت الدبريشيشن نوت كانت فورورد يعني إيه تجهله تماما ولا كأنك شايف أنت كده كده تستهلك إيه أو بتستخدم إيه بتستخدم الفير ماركت فاليو كده خلصنا السكند كيس شرحها كلها يلا نحل عليها مبدئين كده بيقولك إن فيه واحد اسمه إيه استثمر سيرتي ساوزان كاش يلا تعال نشوف آدي الوادي اللي اسمه إيه قلت له يا إيه هتستثمر كام قال لي أنا هخش معاكم الشركة عن طريق إن أنا هستثمر تلاتين ألف دولار كاش هتخش بحاجة تاني قال لي لا أنا خلصت كده قلت له ماشي دخلنا على الوادي اللي اسمه بي خلي بقى بالك من بي بي هيستثمر أكتر من حاجة قال لك مبدئيا كده أنا هخش معاكم الشركة عن طريق إن أنا هاينفست هستثمر خمس تلاف جنيه كاش قلت له جميل يعني أنت مبدئيا كده هتحط في الشركة كاش بخمس تلاف قال لي مش بس كده قلت له ايه هتعمل ايه تاني قال لي ده كان كمان هساهم معاكم باكوابمنت قلت له اه نوم كاش قسط يعني قال لي ايوه قال لي الاكوابمنت دي تسوى worth يعني تسوى خمسين ألف استنى واحدة هيجي يقول لي إيه ده طب ما فين البوك فاليو إيه ده فين الفير فاليو يا حبيبي هو ميديلك قيمة واحدة بس يبقى استخدمها وانا سكت لكن في حالة إنه هو ميديلك أكتر من قيمة واحدة مسميها لك بوك فاليو أو كوست وواحدة اسمها فير ماركت فاليو استخدم فير ماركت فاليو لكن هو قيل لك هي قيمتها كأن دي الفير فاليو طيب قلت له اه يعني انت هتساهم باكوابمنت قيمتها كم 50 ألف جنيه قلت له ماشي استنب تعال نحسب الكابتل بتاع الواد بي هيبقى كم إلا أنا ساهمت به رسمالي هيسويه تاني إلا أنا ساهمت به رسمالي هيسويه قلت له يابي انت ساهمت بكام قال لأنا ساهمت بـ 5000 جنيه كاش قلت له حلو يبقى الكابتل اللي بتقلي انت هتصيه عليا كابتل ايه اللي بخمسة قال لأنا مساهم بخمس تلاف جنيه كاش وكمان حاجة تسوى بخمسين يعني أنا راس مالي هيبقى آه خمسة وخمسين ألف جنيه يبقى الكابيتل بتاع بي هيبقى خمسة وخمسين طب إيه الكابيتل بتاعه بكام؟ هو ساهم بحاجة واحدة بس بثلاثين يبقى راس مالي بثلاثين يلا نسجل؟ يلا نسجل بالراحة آدي الدابت آدي الكريبوت ركز معي تعال نسجل الكاش الشركة ما كانش فيها فلوس فجيه إيه وبيه حط فلوس يبقى الكاش بتاع الشركة زاد الكاش ده أسد لما بيزيد بيزيد ده بنت بس استنى هل الكاش زاد بثلاثين زاد بخمسة ده حط تلاثين وده حط خمسة يبقى الكاش بتاع الشركة كله زاد بقى ده بخمسة وتلاثين خلصت لأ ما خلصتش حضرتك نسيت تسجل حاجة مهمة حضرتك نسيت تسجل إن فيه إكوابمنت بتتلاثين إيه ده إكوابمنت دي أسجلها إزاي بل الإكوابمنت دي أسد زيها زي الكاش الشركة ما كانش فيها معدات فجيه الراجل اللي اسمه بيه حط في الشركة إكوابمنت يبقى الإكوابمنت بتاع الشركة زادت والإكوابمنت دي زيها زي الكاش أسد بيزيد دبت يبقى هاجه برضو في الدبت اسجلااليكويبات بكمتها اللي هي 50 ألف انا كده خلصت الديبت أملأ الكريدت بص دايما الكابيتال نيجي скريد في حالة الفورميشن دايما يجيocy اسألهم يا اياه انت راس مالك كام اللي انا ساهمت بيه ساهمت بكام بتلاتين ألف يبقى هقوله أي كابيتل تلاتين طب يب ايه انت ساهمت بكام يبقى ساهمت بخمسة وخمسين يبقى كل راس مالك خمسة وخمسين طبعا لازم نمكشور نتأكد ان الدبت قد الكريت اه قد بعض يبقى انا كده مضبوط طيب هنا طالب مني برضو ان انا اعمل له البالانشيت تعال نعمل البالانشيت البالانشيت سرقة من الانتري اللي انا عمله هكتب اسم الشركة بالانشيت والتاريخ ايه الاسد و ايه الليابلتي والاقوتي مبدئيا الاسد بعرفها منين اللي بيظهر في الديبت اللي ظهر في الديبت كاش لا 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 ده كاشي واكوابمنت يبقى يظهره تحت الاسد كاش بخمسة وثلاثين اكوابمنت بخمسين مجموعهم مع بعض بكام خمسة وثمانين يبقى اسمه total assets فيه الليابلتي في حاجة اسمها بيابل لا هتظهر في الحالة الجاية مفيش يبقى يسجل على طول الكابيتل الكابيتل اخده كوبي بيست تحت هنا ايه كابيتل ينزل بيه كابيتل ينزل بارقامهم ولازم اتأكد ان total assets equal to total liabilities and equity بالانشيط سهله مفيش اي ايه مشكله تعالى نحل اكزامبل تاني فيه فكرة صعبنية شوية خلاص اوعى تنسى انت في دماغك دلوقتي كام رول اتنين ان اي non cash assets تسجل بالfair market value واي اكيوملية depreciation هشوفها في المسألة ولا كاني شايفها تعالى نشوف مع بعض اكزامبل 2 اكزامبل 2 بيقولك هنا ايه invested 30.000 cash دياب هيخش الشركة عن طريق ان هو هيستثمر في الشركة 30.000 جنيه وسكن يبقى دياب خلاص كده مش هيستثمر حاجة تاني دخل على بهجة قلنا له يا بهجة انت هتخش الشركة بايه قال لي عد مبدئيا انا هخش معاك الشركة عن طريق 5000 جنيه كاش بترو امين مش بس كده قال لي كمان انا هخش معاك بايكوابمنت التريك الاولانية البوك فاليو بتاعتها بخمسين الف ما باستخدمهاش قال لي تعارف كمان لان استهلكت الاكوابمنت دي بعشر تلاف اللي اسمها الاكيوملية depreciation هو انا ينفع اسجل في الشركة الجديدة اهلك هو انا لحقتها افتحها هو انا لسه كونتها يبقى برضو الاكيوملية depreciation ولا كأنه شايفه قال لي خلي بالك انت عارف الاكوابمنت دي سعرها النهاردة قلت له الله ينور عليك ده اللي باستخدمه قال لي الفير فاليو ممكن يسمه له اسم تاني الماركت فالي هو هو قال لي سعرها النهاردة ثمانين قلت له بس هو ده اللي باستخدمه يبقى البوك فاليو ولا كأنه شايفها دي القاعدة الاولى القاعدة التانية الاكيوملية depreciation ولا كأنه شايفها واردو طيب باستخدم ايه الفير فاليو يبقى دياب هيخش الشركة بثلاثين باهجت هيخش باشتين خامسة و..اكوابمنت بثلاثين اللي انا ساهمت به رسميليساوي الكاش بتع دياب ثلاثين ألف يبقى رسميلي تلاثين بس باهجت حطي إيه ايه حطي خمسة وثلاثين يبقى رسميلي كل اللي ساهم بيه يلا نسجل الكلام ده ده التعليل نعملها كده الأوهي دياب حط كاش في الشركة يبقى الكاش بتاع الشركة زاد بكام بثلاثين بس كمان بهجة تحط معها خمسة يبقى ده حط تلاثين وده حط خمسة يبقى الكاش بتاع الشركة زاد كله بخمسة وثلاثين طيب خلصنا دياب وخلصنا الكاش بتاع بهجة تعال نخش على الاكوابمنت الاكوابمنت تيجي تحت الكاش بالفير فاليو ولا بالبوك فاليو بالفير فاليو بثمانين نقصنا الكابتل دياب كابتل وبهجة دياب حط 30 يبقى راس ماله 30 بهجة حط 85 يبقى راس ماله 85 خلص موضوع سهل طيب كده احنا طبعا ده الحل ما كنتش طالب منك هنا البالانشيت طيب تعال نخش على example 3 example 3 ده موجود عندك في الكتاب ويه سؤال برضو مهم في السؤال احنا او فكرة مش بنحلها طيب قالك assume that B and C خلي بالك مين ومين قالك B و C هيعملوا partnership عن طريق انه هم هيستثمروا اللي جاي اهم حاجة تفهم هو مديك ايه مديلك الوقت B ده شخص ومديلك الوقت C هيساهم بايه على سبيل المثال سيبك من C دلوقتي تعال اشتغل على بيه مبدئيا كده اقيل لك ان الكاش واللاند والبالدين والإنفنتري البضاعة انفنتري يعني بضاعة دي الحاجات اللي هيساهموا بيها B و C ماشي تعال نمسك بيه احنا مبدئيا لقينا في بيه عمودين cost و fair value استنى هو احدا بيستخدم ايه الفير value شايف العمود بتاع الكوست ده هعمل في ايه؟ اشتبه اه اشتبه عشانا باستخدموه انا على طول باستخدم الفير value طب C شايف العمود بتاع الكوست باستخدموه انا على طول باستخدم الفير value ما ديه القاعدة اللي انا استئلك عليها صح ولا ولط اه تعال بقى نقرى هو بيه حط ايه بالفير value حط كاش 7000 محطش لند محطش building حط بضع امتها 35000 يبقى راس ماله هيبقى كام اللي هو ساهم به هو ساهم بسبعة وكمان ساهم بخمسة وتلاتين يبقى راس ماله 42 ساهم بكاش لا ساهم بلند اه 10,000 ساهم بbuilding اه يبقى هو حط 10 و 40 يبقى راس ماله كام 50 مسألة خلصت يلا نعملها يلا بص يا سيدي انتو حطته ايه يلا تعال نبدأ بص هقول لك قاعدة تعرف تحل بيها الاي formation عشان تيجي تكون اي شركة اي أست ترمي ديبيت والكابتة اللي يجي كريدت اي أست تيجي ديبيت والكابتة اللي يجي كريدت طيب دول أست ارميهم كلهم ديبيت بالفير فاليو يلا الكاش كان بسبعة هناك مفيش كاش يبقى يبقى هنقول له كاش بسبعة مش بعدها في لاند هنا مفيش في بلدن مفيش في انفنتري بخمسة وثلاثين يبقى نرجع انفنتري بخمسة وثلاثين طيب كل دول أسد فقرمي في الدبت طيب الراجل ده حط لاند بعشرة وبلدن باربعين نحطهم برضو في الدبت لاند بعشرة وبلدن باربعين الفكرة كلها ان انت اوعى تطلق بط في مين حط ايه عشان تحسب الكابتل الاولاني حط حاجة بسبعة وحاجة بخمسة وثلاثين يبقى الاولاني اللي اسمه بي الكابتل بتاعه هيجي اي كابتل هيجي كريدت سبعة وخمسة وثلاثين يبقى اتنين واربعين طيب بي حط او راس ماله اتنين واربعين بص اهو حط انت حسبتها اهو سي حط كام عشرة واربعين يبقى راس مالهم راس ماله قد ايه بخمسين الف طيب انا عايز اعمل بص هتحط الاسد والكل اللي موجود في الديبت ينزل تحت الاسد خلاص شايف دول خدهم ارميهم طيب هاتلي التوتال اسد تلع اتنين واتسعين اتنين واربعين وخمسين اتنين واربعين وخمسين اتنين واربعين واربعين وخمسين اتنين واتسعين هل ده بيساوي مجموع الاسد اه بنا كده حلي صح طيب كده احنا خلصنا السكند كيس بكل افكارها فرامناها ما سبناش اي حاجة تعال اخش على الثيرد كيس اخش اشتركوا في القناة